اشتركوا في القناة اسعى فريق الوضاد الرياضي لسحقق فوز كابير على ضيفه الاهل المصري لمناقشة مباراة الاياب في مصر بكل اريحية خاصة وانها تعتبر مواجهة حاسمة بين الفريقين من اجل الوصول للمباراة النهائية من جهته يبحث فريق الاهل المصري للخروج بنتيجة ايجابية امام الوضاد الرياضي والتي تساهل عليه الامر في لقاء الاياب بمصر وعين الاتحاد الافريقي الكاف الحكم الزامبي جاني سي كازوي لقيادة مباراة الوضاد الرياضي والاهل المصري في ذهاب الدور النصف النهائي لعصبس الابطال ويدخل فريق الوضاد الرياضي المقابلة سحس قيادة الارجنتيني ميشيل انخي القاموندي بالتشكيل التالية في حراسس المرمى احمد ريد التقنوتي في الدفاع اشرك كل من صلاح الدين السعيدي والشيخ ابراهيم كومارا في محوار الدفاع واعتمد عبداللاطف نصير ويحيى عطيس الله على مستوى الاطراف كجناحي دفاع في الوسط اشرك يحيى جبرانكا وسط ميدان دفاعي واعتمد وليد الكارسي وايمن الحسوني في خط وسط ميدان النادي الاحمر في الهجوم اشرك كل من اسماعيل الحدد والمهاجم بديع او كعلى مستوى الاجنيحة واعتمد كازادي كارسونغو في قلب هجوم الوضاد الرياضي ويواجه فريق الوضاد الرياضي ضيفه الاهل المصري يوم السبت 17 اكتوبر انطلاقا من الساعة الثامنة مساء على ارض يسمى العم محمد الخامس بالدار البيضاء وذلك برسم ذهاب الدور النصف النهائي لعصبس الابطال الافريقية للاشارة المبارد ستنقل على قناة الرياضية المغربية وقناة بي انسبورت